تأمين الملاحة البحرية يتطلب تجهيزات ومنظومات دفاعية متطورة على متن السفن والقوارب العسكرية تكون ذات جهزية عالية وقادرة على المناورة وتمتلك سرعة كافية للرد على أي تهديد هذه الركائز الأساسية لقوة بحرية رادعة تبدناها سلاح البحري الملكي البحريني منذ تأسيسه ولمسنا كفاءتها من خلال العرض العسكري الذي أقيم كتطبيق عملي في إطار فعاليات معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع مصاحب لهذا المعرض واحدة من الفعاليات المتعلقة بالنطاق البحري في هذه الفعالية كان هناك عرض بحري مقدم من قبل السلاح البحرية الملكي البحريني هذا العرض اجتمل على عرض بعض المنظومات للحضور والمشاركين في هذا العرض هذه المنظومات اجتملت على القوارب السريعة الحديثة المعدة تقنياً والمتطورة في مجال العمليات البحرية ايضاً اجتمل العرض على تواجد ومشاركة ومرور للسفن البحرية أثناء العرض لإبراز القدرات والإمكانيات التي تتمتع فيها هذه السفن تجارب عملية لمناورات بحرية قدمتها مجموعة من السفن والقوارب التابعة للسلاح البحرية الملكي البحريني رفقتها سفن أخرى من قوات بحرية تابعة لدول صديقة تجمعها بالبحرين علاقات وطيدة وخصوصاً على الصعيد الدفاعي والعسكري نحن هنا اليوم للمشاركة في معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع ضمن قوات البحرية الدولي والتدرب ونحن ممتنون للدولة المضيفة مملكة البحرين على دعوتنا هنا والسماح لنا بالمشاركة مع القوات البحرية التابعة لعدد من الدول الأخرى لاستعراض ما نملكه في مجال المعارك البحرية لقد حظينا بفرصة الالتقاء مع عدد من ضباط القيادات وفهم بعض التحديات التي نواجهها خلال القيادة في البحر والتحديات الفريدة للتواجد على متن دوريات البحرية ومرة أخرى نحن ممتنون لدعوة مملكة البحرين لنا وعلى حسن الضيافة يحرص معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع على تقديم صور وأفكار شاملة للمنظومات الدفاعية وهو ما تجسد من خلال هذا العرض الميداني في قاعدة سلمان البحرية تزايدت في الأوينة الأخيرة الحاجة إلى تأمين الملاحة البحرية وهو ما ينظر له المجتمع الدولي كضرورة قصوى خصوصا مع تزايد التهديدات على الممرات المائية الأمر الذي يتطلب استراتيجيات وأنظمة دفاعية متطورة وهو ما يقدمه مؤتمر ومعرض البحرين الدولي للدفاع 2019 بس هم نبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين